اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد وجيد يا هلا والله بكل متابعاتي وورداتي شلونكم شاخباركم إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة وسعادة يا رب اليوم أجيتكم وصفة حلا ونسويها راح بهذه الطريقة المميزة برقائق عجينة البقلاوة هنا مثل ما شفتوا احنا بالبداية خلينا نص قلب زبد ونص كوب إلى 3-4 زيت يعني سيحنا على النار الزبدوية الزيت ومن بعدها سوينا الشيرة اكيد انا عندي طريقة الشيرة موجودة بالقناة وهنانا ابدي اخذ يعني ورقتين ورقتين من عجينة البقلاوة وابدي مثل ما رشوفون هيتشي اطويها وابدي اصفطها بالقالب اللي عندي بس بدون ما اخليلها اي زبد او زيت بالبداية وادخلها للفرن لما يعني 10 دقائق مو اكثر يعني 10 دقائق اقل حسب الفرن العندج مثل ما رشوفون هنانا ورما اخذ لون المطلوب خليت عليه الزيت والزبد من بعدها هنانا هنانا حضرت بيضة واحدة وخشوكتين اكل شكر واكيد نكهة فانيلا اضيف له وكوب حليب هذا كل ما نحتاجه كوب حليب بيضة واحدة خشوكتين شكر نص قلب زبد نص كوب الى ثلاثة اربع زيت ونكهة مانيلا وشيرة مثل ما قلت لكم ووجوده بالقناة اللي هو كوبين شكر وكث كواب مي وهنانا من بعد ما خلطنا نضيفه على رقائق البقلاوة مثل ما رشوفون بهذه الطريقة وندخلها للفرن عشر دقائق بس من الأسفل يعني مشغلة بس من الأسفل الفرن من بعدها نطلعها ونخلي لها الشيرة والله العظيم يعني بنفس الوقت من بعد ما خلطي لها الشيرة ماكو يعني ممكن دقائق يعني مثل ما رشوفون قدامكم هسه راح قسقط عمرعدها طعامها روعة يعني خلص بعد ما تساو لا بس بوسة ولا بقلاوة خليكم بس على هذه الطريقة شكلها روعة والله كلش طيبة يعني تفيد حتى يعني من يجينا خطار عند تش يعني يعني رقائق البقلاوة مباشرة تسوين هذا طبقة تحرية يعني سهل وسريع و يعني شكلها يعني فتشي مثل ما رشوفون شون دقصة مثل الكيكة حباي بقلبي أحب أشكر كل يعني من يتابعني و يعني تابع قناتي اللهم ربي وفقكم ويسعدكم بس شوي يعني لايكاتكم لأنه مدى أشوف لايكات كلش قليل يعني مشاهدات لايكات ماكو أتمنى تخلوا لي لايك حباي بقلبي وأكون ممنونة من قدكم وهذا كان طبقنا لليوم طبق التحلية السريع البسيط وسهمكم ألف ألف عافية حباي بقلبي طبعا أنا انتظرت لحد آخر التعليق لحد هسة يلا منتجت الفيديو حتى أظهر التعليق لأنه أنا مثل ما تعرفون كل فيديو نزلة لازم أخلي تعليقاتكم مثل ما وعدتكم اللهم ربي يطيكم الصحة والعافية ولا يحرمني منكم وأقولكم مع ألف ألف سلام حباي بقلبي باي باي اشتركوا في القناة